قال عن أبي عبد الرحمن الحب لي قال سمعت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وسأله رجل يعني أن يعطيه وقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال لها عبد الله يذكره بما عنده من نعم قال ألك امرأة تأوي إليها ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكن فيه ألك مسكن تسكن فيه البيت أذكر لكم لطيفة نافعة البيت سكن والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والمرأة سكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فالمرأة سكن والبيت سكن لكن هذا نوع هذا نوع البيت سكن للبدن البيت سكن للبدن والزوجة سكن للنفس الزوجة سكن للنفس ولهذا الشاب الذي ما تزوج وعنده قدر على الزواج ومأخر الزواج هو معطل نفسه عن السكن يعني هو ليس فيه سكن وإن كان عنده بيت هذا بيت يسكن فيه بدنه لكن سكن النفس هذا بالزواج يمشي بلا سكن يمشي بلا سكن ما عنده سكن عنده بيت يسكن فيه بدنه لكن سكن النفس هذا فوته على نفسه والتأخير ليس مصلحة الشاب وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله أن يعينهم حق على الله أن يعينهم أن ناكح يريد العفاف كثير من الشباب فهم لهذه المسألة فهم خاطئ يعني يمضي السنوات الطويلة يقول أكون نفسي أقدم على الزواج تتكون نفسك أقدم على الزواج تتكون نفسك يهيئ لك الله جل وعلا أبواب من رزق ما كنت تحسب لا حساب حق على الله أن يعينهم هنا فهم عند بعض الشباب خاطئ يقول لنا يسأل يعني يصل بعضهم ثلاثين سنة لماذا؟ قالوا كون نفسي أقدم على الزواج أقبل ويكون لك الله عز وجل من الخير والرزق ما لا يخطر لك على بال ولهذا أنك أحمل أبواب الرزق وفي الآية قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يغنيهم الله باب رزق نحن دخلنا في الموضوع إلا خرجنا قال ألك مسكن ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم قال فأنت من الأغنية إذا كان الإنسان عنده بيت وعنده زوجة هذا من الأغنية موسيقى موسيقى